الى ذلك اوضح ديوم ماتوك في تصريح صحفيا الوساطة سلمت الحكومة الورقة ومنحتها فترة اثنتين وسبعين ساعة لرد عليها واعرب ماتوك عن عضو الوساطة الجنوبية عن رضا الوساطة التام عن سير التفاوض نحن استمعنا الورقة المقدمة من مصار دارفور وهي الاتفاق الاطاري تتحدث عن المبادئ الامل موجه للعملية بالتفاوض وباث القوايد والاجراعات للعملية التفاوض ومن ثم الاجندة والموضوعات التي يمكن ان تطرح في المرحل المقبلة طيبة لحياة طيبة